أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين تقدم معنا في الآيات التي مرت في الدرس الماضي ما أكرم الله به نبيه عيسى عليه السلام من الآيات المعجزات الدالة على وحدانية الله والدالة على قدرته وأنه سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون والقادر على كل شيء فالله سبحانه وتعالى أعطى عيسى من الآيات المعجزات ما لا يمكن أن يحصل لأحد من البشر أعطاه الله سبحانه وتعالى أنه يحيي الموتى وأنه يخلق من الطين كهيئة الطير يشكله بيده على هيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله ويبرئ الأكمى وهو الأعمى يمسح عليه فيعود بصيرا والأبرص فيشفى بإذن الله وينبئهم بما في بيوتهم ما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم وهذا كله لا يحصل إلا بقدر الله وبعلمه وتأييده لعبده ونبيه عليه الصلاة والسلام هذه آيات تكفي للإيمان لمن كان في قلبه حق ومن كان يسعى إلى معرفة الحق تكفيه هذه الآيات أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى لأن هذا أمر لا يطيقه البشر ولا يحصل لأحد من البشر هذا قدره الله وأعطاه لعيسى عليه السلام ثم بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى أن عيسى عليه السلام جاء متمما لشريعة موسى عليه السلام بعث بالتوراة ومصدقا لما بين يدي من التوراة التي أنزلت على موسى ولكنه أيضا جاء بالإنجيل فيه هدى ونور وفيه أيضا تشريعات جديدة وفيه تخفيفات عن بني إسرائيل عن هؤلاء اليهود عما كان عندهم ما فرضه الله عليهم عقابا لهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل أمور كثيرة وقتلهم الأنبياء فالله سبحانه وتعالى ضيق عليهم وشدد عليهم في أمور كثيرة جعلها آصارا وأغلالا عليهم جاء عيسى في شريعته بالتخفيف عليهم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم في التوراة وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون الآية هي ما ذكرنا سابقة إحياؤه للموتى ونفخه في الطين الذي يشكله على هيئة الطير وإبراءه للأكمة والأبرص وإنباؤه لهم بما في بيوتهم وما يأكلون ومن هنا قالوا إن إبراءه للأكمة يعني مسحه على عين الأعمى فيعود بصيرا إن هذا هو الذي من أجله سمي بالمسيح لأنه يمسح على عين الأعمى فيعود بصيرا كل هذا يكفي لمن كان في قلبه إيماء لمن كان يريد الحق أن يهتدي وأن يقبل به إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط المستقيم هذا هو المطلوب بعد كل هذه الآيات وعد كل هذه الدلائل المطلوب ما هو أن تعبدوا الله سبحانه وتعالى وهذا هو صراطه المستقيم وهذا هو الذي بعث من أجله أنبياءه ورسله وأنزل كتبه أن يعبده الخلق أن يعبده الخلق كما بيّن الله تبارك وتعالى ذلك فيما أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام ومع هذا ومع كل هذه الآيات أكثرهم لم يؤمنوا بما جاء به عيسى عليه السلام ولما بذل عيسى ما بذل معهم وأعطى كل ما في وسعه لهدايتهم فلم يهتدي منهم إلا القليل لما أحس عيسى منهم الكفر بعد كل هذا الذي بيّنه لهم قال من أنصاري إلى الله من يتبعني من يهتدي بهدي الله قال الحواريون نحن أنصار الله الحواريون هم خاصة الإنسان الذين حوله هؤلاء خاصة تلامذته قالوا نحن أنصار الله يعني نحن قبلنا بشرع الله تبارك وتعالى وهذا فيه دليل على أن من قبل بشرع الله وعمل بما أنزله الله تبارك وتعالى أنه من أنصار الله تبارك وتعالى هذا هو السبيل لمن كان يريد أن يكون من أنصار الله أن يتبع شرع الله تبارك وتعالى قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله كما جئتنا به آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون يعني واستشهدوا عيسى عليه السلام على أنهم أسلموا وهذا الإسلام هو دين الله الإسلام الإسلام هو دين الله الذي بعث به أنبياءه ورسله كلهم وهو يعني الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد وأنه المستحق للعبادة وأنه لا رب سواه ولا إله غيره ولا ند ولا ضد ولا أحد هذا معاه سبحانه هذا هو الأمر الذي بعث به الأنبياء كل نبي كان يأتي بهذا المعنى وإن اختلفت الشرائع التي فيها تدبير لمصالح الناس في دنياهم من قوم إلى قوم لكن الأمر الأهم هو الدين الواحد الذي بعث الله به أنبياءه فهؤلاء الحواريون قالوا لعيسى اشهد بأننا مسلمون يعني اشهد بأننا على دين الله الذي جئت به والذي لا يقبل من أحد غيره ثم الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية التالية يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل الحواريون بعد أن آمنوا بالله واستشهدوا عيسى على إيمانهم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين هذا هو غاية المطلب للإنسان الذي يؤمن بالله ويتبع شرعه إذا آمن بالله واتبع الرسول أن يكتبه الله سبحانه وتعالى مع الشاهدين الذين يشهدون بوحدانيته ويؤمنون بعبوديتهم له وأنه لا رب غيره ولا إله سواه قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين هذا فيه بيان لما سيأتي بعده هؤلاء الذين كفروا وجحدوا ورفضوا ما جاء به عيسى بعد كل هذه الآيات البينات هؤلاء لم يكتفوا بهذا بل دبروا أمرا آخر أعظم من هذا وهو أنهم سعوا وخططوا لماذا لقتل عيسى عليه السلام ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين المكر هو الخديعة وهو الخيانة هذا في حقه لكن الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك مكر الله يعني جازاهم جازاهم بسوء عملهم جازاهم لأن المكر هذا الذي هو المأن القبيح لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى لكنه من باب المشاكلة النفظية كما أنهم مكروا وأساءوا وأذنبوا وكفروا بالله فالله سبحانه وتعالى جازاهم مكر الله يعني جازاهم بسوء عملهم والله خير الماكرين هؤلاء عندما أرادوا أن يقتلوا عيسى وخططوا له الله سبحانه وتعالى أنجاه منهم إذ قال الله يا عيسى أوحى إليه إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون خططوا لذلك وعزموا عليه وكان منهم شقي من هؤلاء شقي هو الذي كان يدبر لهم هذا الأمر ويساعدهم عليه وهو الذي دلهم على مكان عيسى عليه السلام ليأتوا إليه فيقتلوه كما يذكر في بعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى ألقى شبه عيسى على هذا المجرب وظنوا أنه هو عيسى فقتلوه قتلوا هذا المجرب ونال جزاءه في الدنيا وما ينتظره في الآخرة أعظم ولكن الله سبحانه وتعالى أنجى عيسى من هذا المكر بماذا؟ قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه كيف يتوفى يتوفى الوفاء وفاتان كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجر مسمى فالموت هو الوفاء الصغرى هو الموتة الصغرى لأن الإنسان في هذه الحال روحه تخرج عنه وتكون حوله فإذا قضى الله عليه بالموت ارتفعت هذه الروح وإذا قضى عليه أن يعود إلى الحياة عادت إليه مرة أخرى فمتوفيك يعني قابضك إلي أنجاه الله من مكرهم وكيدهم إني متوفيك وقد يكون هذا بالنوم أنه ينام فالله سبحانه وتعالى يتوفى في هذه الحال قال ورافعك إلي رفعه من الدنيا من الأرض إلى سماء الدنيا السماء الثانية كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عيسى لم يمت عيسى لم يمت وهذا ما أثبته الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته إن من يعني ما من أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان عيسى قبضه الله ورفعه إلى السماء وأنجاه من كيدهم ورافعك إليه ومطهرك من الذين كفروا لا يمسك منهم سوء وجاعل الذين اتبعوك الحواريون وأمثالهم فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة هم أصحاب المنزلة العلية في الدنيا وفي الآخرة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون عيسى عليه السلام لم يمت ورفعه الله إلى السماء وقد جاء في حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وجد آدم عليه السلام في السماء الدنيا هذه التي تلينا ووجد عيسى ويحيا في السماء الثانية وجده حيا وقابله وهكذا فهذا دليل على حياته وأنه موجود وسينزله الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان في آخر الزمان قبل قيام الساعة هو الذي يقتل المسيح الدجال عيسى عليه السلام يقتل المسيح الدجال وينزل يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام ما يأتي بشريعة جديدة لماذا؟ لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين قال لا نبي بعدي فينزل عيسى عليه السلام يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام قال ويكسر الصليب ويكسر الصليب عيسى عليه السلام ويقتل الخنزير هذه التي يتعلق بها أهل الكتاب النصارى عيسى يزيلها ويبقى معهم على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وهذا هو ما ذكره الله تبارك وتعالى في قوله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته يعني أنه ما مات بعد ما مات سينزل ثم بعد ذلك يموت هذا في آخر الزمان وهذا من أكبر أشراط الساعة وربما هو يعني قريب قرب آخر هذه الأشراط قال متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم مرجع من؟ مرجع الخلق جميعا فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون الذي يحكم بين الخلق من هو؟ الله سبحانه وتعالى متى؟ في يوم القيامة وأين؟ في المحشر عند الجزاء والحساب فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون طيب يحكم بماذا؟ يحكم لمن؟ الخلق فئتان فئة مؤمنة وفئة كافرة فأما الكافرة قال تبارك وتعالى فأما الذين كفروا ليسوا من قوم عيسى فحسب بل من كل الأقوام الذين كفروا قال فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين العذاب الشديد في الدنيا هو ما يسلطه الله عليهم على هؤلاء الكفار من غلبة المسلمين عليهم وقتلهم أو مما يصيبهم في الدنيا وفي الآخرة العذاب الأليم وما لهم من ناصرين في يوم القيامة لا يستطيع أحد أن يدفع عنهم ولا أن ينصرهم ولا أن يفتديهم ولا أن يعمل لهم شيئا طيب والفئة الأخرى قال وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فئتان الآن فئة الكفار هؤلاء وتبين أمرهم قال وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين متى يوفيهم أجورهم في الآخرة لم يشر إلى أمر الدنيا لأن ما يصيب المؤمنين في هذه الدنيا من الضعف والآلام والمصائب وتسلط عدوهم عليهم هذا من إرادة الله الخير بهم ليصبروا ويرجعوا إلى ربهم فيثيبهم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور فيثيبهم الله فالله سبحانه وتعالى ما قال عن أمرهم في الدنيا ذكر الأمر الأهم وهو ما يحصل لهم في الآخرة قال وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ولا يظلم ربك أحدا حتى الكفار مع سوء صنيعهم ومحادتهم لله ونكوصهم عن أمر الله لا يظلمهم الله ولا يظلم ربك أحدا يوفيهم أجورهم في الدنيا حتى أعمالهم الحسنة يأخذون جزاءها في الدنيا لا يظلم ربك أحدا ويجازيهم بما عملوا من سوء في الآخرة وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين هذا كله من أين للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه كيف للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم بهذه الأخبار وهذا القصص الذي قصه الله سبحانه وتعالى عن عيسى وكيفية خلقه وأن الله خلقه من أم بدون أب كيف وأنزل عليه كتابه وجعله نبي من الأنبياء وآتاه كل هذه الآيات المعجزات البينات هذا كيف يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام وكيف يعرف النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة الأمر في قصة عيسى وأنه قتل أو لم يقتل من أين للنبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ذلك إلا من عند الله تبارك وتعالى ذلك ما تقدم كله وأن عيسى لم يموت ولم يقتل بل رفعه الله إليه ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم هذا الوحي الذي ينزل عليك والقرآن الكريم الحكيم هذا فيه هذا التفصيل وأما قبل ذلك فلا علم لك أنت به من أين هذا من ألم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وعلمه لرسوله عليه الصلاة والسلام ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ثم تأتي بعد ذلك هذه الآيات التي ترد على الفرية التي افتراها هؤلاء الكفار النصارى واليهود على عيسى عليه السلام أنه ابن الله وبعض منهم يقولون أن أمه زنت برجل اسمه يوسف النجار وجاءت بعيسى لأنهم يستعظمون في أنفسهم أن يولد مولود لا أب له والله سبحانه وتعالى مهد لنا بأشياء كثيرة خلق آدم عليه السلام من طين لا أب له ولا أم آدم ليس له أب ولا أم فالعجب في خلق آدم أعظم من العجب في خلق عيسى عيسى خلق من أم بدون أب آدم خلق من طين لا أب له ولا أم ثم جاءت قصة زكريا عليه السلام في أول السورة وكيف دعا ربه أن يرزقه ولدا وقد بلغ من الكبر عتيا وزوجته عاقر لا تلد كيف أن الله سبحانه وتعالى بفضله وبقدرته أعطاه الولد وجعل زوجه هذه المرأة الكبيرة السن العاقر التي لا تلد جعلها تحمل وتلد هذا كله يمهد يعني هذه كأنها عدم يعني حال زكريا وزوجه كالعدم رجل بلغ من الكبر عتيا وامرأة عاقر لا تلد وهي كبيرة السن ومع ذلك يقدر الله سبحانه وتعالى لهم أن يولد لهم ولد هذا كل تمهيد لقصة عيسى عليه السلام تأتي قصة عيسى فهو قد ولد من أم بدون أب وقبله أشياء كثيرة قصة آدم وقصة زكريا هذه كلها تدل على أن الأمر بقدرة الله وأن ما أراده الله سبحانه وتعالى كان مربوط الأمر بقوله تبارك وتعالى كن فيكون فالله سبحانه وتعالى أراد أن يخلق عيسى في رحم أمه العفيفة الطاهرة المنعزلة عن الناس هذه مرأة ليست بغيا وليست متزوجة ها و يكون ينفخ فيها ف جعله الله جعل الله من هذه النفخة هذا الولد هذا هذا سبب سبب الله قادر على كل شيء يعني لماذا الاستغراب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إذا كنتم تتعجبون من عيسى وأنه ولد من غير أب فلماذا لا تتعجبون من آدم الذي خلق من غير أب ولا أم كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين هذا الكلام الذي قصصناه عليك يا محمد هو الحق المبين من الله تبارك وتعالى فلا يداخلك شك ولا ريب في صحة هذا الكلام الذي نذكره لك طيب بعد هذا النبي عليه الصلاة والسلام تلقى هذا عن ربه وأيقن به وصدق به ولا مجال لشكه ولا لريبه في هذا الأمر لكن هناك من لا يزال يجادل في قضية عيسى عليه الصلاة والسلام يقول هو ابن الله ابن الله والتثليث هذا عندهم عقيدة التثليث الأب والابن وروح القدس هذا يجعلون عيسى ابنا لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا نسبة الولد هذه أعظم الأمور وأعظم الفراء في هذا الكون أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى الولد قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم ما معنى حاجك فيه جادلك في هذا يقول لك لا عيسى ابن الله بعد كل هذه الآيات البينات التي سيقت في حق عيسى عليه السلام وأنه لم يكن له أب وخرج من رحم هذه المرأة الطاهرة وتكلم وهو في المهد هذه آية عظيمة أيضا مريم عليه السلام لما ولدت عيسى لما جاءها المخاض تمنت أنها ماتت حتى لا تفتضح أمرها وأخذت هذا الوليد كلمها كلمها وهو طفل لتوهي ولد قال وهزي إليك بجدع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فاكلي واشربي وقري عين هذا الله سبحانه وتعالى أكرمها به وهذا المولود أخذته وحملته إلى قومها تحمل مولود لتوهي قالوا يا مريم أن لك هذا كيف وأنت المعروفة بالعفة والطهارة والنزاهة ومن أسرة معروفة كذلك كيف يكون هذا نطق عيسى عليه السلام عيسى تكلم في المهد وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا هذا عيسى عليه السلام فهذه الآيات كلها ما نفعت معهم ولا زالوا يصرون على أن عيسى هو ابن الله وهذه لها سبب نزول الآية هذه لها سبب نزول قصة جاء نصارى وفد من نصارى نجران وفد يتقدمهم رجل اسمه ألعاء السيد المقدم والعاقب الذي يخلفه يعني وينوب عنه ومعه وفد مكون من اثنى عشر أو من أربعة عشر رجلا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجادلونه في شأن عيسى بيّن لهم كل هذه فما زالوا على ما هم عليه يقولون أن عيسى هو ابن الله الله سبحانه وتعالى ذكر لنبيه عليه الصلاة والسلام هنا كيف يحاجهم كيف يجادلهم هؤلاء أصروا على ما هم عليه بعد كل هذا البيان قالوا لا عيسى هو ابن الله الله سبحانه وتعالى ماذا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم كل هذا العلم الذي بيّنناه لك والقصص هذا الذي سقناه لك قال الله سبحانه وتعالى أمره أن يباهلهم هذه تسمى الآية هذه آية المباهلة المباهلة ما معنى المباهلة المباهلة هي أن يكون هناك اختلاف بين شخصين أو بين فريقين كل منهم يدعي الحق لنفسه فالمباهلة تكون بأن يتفقوا أن يقولوا من كان الكاذب منا فعليه لعنة الله يقوله هذا الفريق وهذا الفريق يقولون الكاذب منا عليه لعنة الله هذا ما حق ولا ياذ بالله قال فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا تعالوا للمباهلة هذه آخر محطة ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل كل فريق منا يقول الكاذب منا عليه لعنة الله فنجعل لعنة الله على الكاذبين هذه آية المباهلة لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نقبل نباهلك نأتي غدا ونباهلك بهذا فلما رجعوا إلى منازلهم تشاوروا فيما بينهم قالوا والله قال كبيرهم والله لإن باهلتموه وأنتم تعلمون أنه نبي لنهلكن جميعا فلا تباهلونه لا تباهلونه لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان مستعدا لهذا الأمر استعدى للمباهلة استعدى بماذا تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل لماذا حتى يبين الإنسان في هذا الموقف صدقه ويقينه أنه ليس عنده أدنى شك فيما يقوله أن يأتي بأبنائه وأن يأتي بنسائه وأن يأتي هو ومن يقربه من أهله لهذا الموقف يعني كأنه يتحدى ويقول أنا لا مانع عندي من أن آتي بهؤلاء حتى وإن كنت كاذبا أن ينزل العذاب على هؤلاء جميعا وأبناء الإنسان ونساؤه أعز شيء عنده أعز شيء عند الإنسان هذا من باب زيادة اليقين بصحة موقف الإنسان تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ماذا صنع النبي عليه الصلاة دعا الحسن والحسين الحسن والحسين من هما الحسن والحسين أبوهما علي وأمهما فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وجدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام كان يحملهما ويقول هؤلاء هذان ريحانتايا من الدنيا اللهم إني أحبهما فأحبهما حب شيء وعز شيء عنده ونساءنا من هم النساء الذين دعاهم النبي عليه الصلاة فاطمة فاطمة بنت محمد طيب لماذا يعبر بالجمل يقول أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم هذا في اللغة العربية من العام النساء عام نساءنا يعني يشمل كل النساء لكنه هنا قصره على فاطمة رضي الله تعالى عنه وهذا من باب العام الذي أريد به الخاص وهو فاطمة رضي الله تعالى عنه وأنفسنا وأنفسكم جاء هو وعلي رضي الله تعالى عنه هؤلاء أصحاب الكساء كم عددهم خمسة النبي عليه الصلاة والسلام وعلي وفاطمة والحسن والحسين ولفهما النبي عليه الصلاة والسلام بالكساء معهم ولهذا يقال هؤلاء أصحاب الكساء في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي تاريخ الإسلام أصحاب الكساء من هم هؤلاء الخمسة هؤلاء عزوا شيء وأفضله وأكرمه ولذلك بعض الفرق المخالفة لمنهج لا تدعي أن هؤلاء أفضل من غيرهم وأنه لا يجوز أن تكون الخلافة في غير علي وأبنائه هذا كلام غير صحيح لكن هؤلاء لهم فضلهم ولهم مكانتهم وهذا الدليل على فضل آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين أدخلهم في الكساء وهذا أمر مقرر عند أهل الإسلام عند أهل السنة فضل أهل الكساء هؤلاء وفضل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أمر لا يختلف عليه ولا ينازع فيه إلا أهل الضلال لا ينازع فيه إلا أهل الضلال هؤلاء أهل الكساء فأدخلهم النبي عليه الصلاة والسلام في الكساء واستعد فلما رأوا ذلك وتشاوروا قالوا لا نباهله وجاءوا إليه وقالوا رجعنا عن المباهلة ويعني نريد أن نصطلح معك فدفعوا الجزية وصالحهم النبي عليه الصلاة والسلام على أشياء وأدونها لما أرادوا أن يخرجوا وهذا أمر تابع يعني لما أرادوا أن يرجعوا إلى بلدهم قالوا نريد أن تبعث معنا رجلا أمينا ابعث معنا رجلا أمينا لماذا يبعث الرجل الأمين حتى يقبض منهم هذه الجزية التي وعدوا بها قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبعثن معكم رجولا أمينا حق أمين من هو هذا أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى أبو عبيدة عامر بن الجراح قال هذا أمين هذه الأمة فيه ألقاب مشهورة ألقاب شرف وعز كسي بها بعض الصحابة لسبقهم وفضلهم كسي بها هؤلاء أصبحت فخرا لهم وعزا وتمكينا أمين هذه الأمة أمين هذه الأمة الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وإن حوارية الزبير خالد سيف الله المسلول وهكذا فيه أناس الله سبحانه وتعالى أكرمهم بأن أسبغ عليهم هذه الألقاب نظرا لبذلهم وصبرهم وما قدموه فهذا أبو عبيدة بعثه النبي عليه الصلاة والسلام معهم أبو عبيدة عامر بن الجراح قائد الجيوش قائد جيوش الفتح أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى من السابقين للإسلام نعم فبعثه معهم قال فنجعل لألة الله على الكاذبين هذا كله الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤكد لنبيه عليه الصلاة والسلام ما سبق أن علمه له ما سبق أن قانه له ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم قال إن هذا له والقصص الحق تأكيد وتكرار الكلام بقصد التأكيد هذا أمر معهود خصوصا في مثل هذه الأمور العظيمة هؤلاء يدعون أن عيسى أنه أن عيسى ابن الله أمر عظيم خطير إن هذا له والقصص الحق ويقولون إنه قتل عيسى لكن الله رفعه إليه إن هذا له والقصص الحق وما من إله إلا الله ما من إله إلا الله لا يوجد معه شريك ولا ند ولا ظهير ولا وزير ولا نصير هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم سبحانه العزيز في سلطانه الحكيم في شرعه فإن تولوا بعد هذا كله فإن الله عليم بالمفسدين عليم بالمفسدين يقف هذا يعلم إفسادهم وسيحاسبهم ويجازيهم عليه في يوم القيام يعني لا يتخف شيئا هذا طمأنة هذا الأمر من باب طمأنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يتحسر وحتى لا يتألم لا فإن تولوا لا عليك لا يذرك أمرهم شيئا فإن الله عليهم بالمفسدين ومآلهم إليه وسيجازيهم بما يستحقون ثم بعد ذلك ستأتينا آيات إن شاء الله في الدرس القادم تبين يعني تتميما لهذه المجادلة مع أهل الكتاب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفيما يأتي بعده من أزمنا ولهذا نتوقف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما تحبه وترضى يحبه ويرضى وأن يمكن لهذا الدين في الأرض وأن ينصر المسلمين على أعدائهم إنه على كل شيء قدير